إيران الحرب الروسي قبل قليل باستهداف المشفى الوطني في مدينة معرة النعمان بريف إدلب بثلاث غارات جوية أدت لخروج هذا المشفى عن الخدمة بشكل كامل وأدت لدمار معظم أجزاء المشفى معظم الأجزاء في المشفى خرجت عن الخدمة وتدمرت نحن الآن في غرفة العمليات في المشفى التي من المفترض أن تكون الغرفة الأكثر أمانا في المشفى اخترقها صاروخ ارتجاجي اخترق عدة جدران وأدى إلى دمار الغرفة بشكل كامل مما أدى لخروجها عن الخدمة تتم الآن عمليات إخلاء المرضى والجرحى الذين كانوا بداخل هذا المشفى يتم إخلاؤهم إلى مشافي أخرى المشفى خرج عن الخدمة بشكل كامل عمليات الإخلاء ما تزال مستمرة لكن هي جريمة حرب جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الروسي على الأراضي السورية سهدف هذا المشفى بشكل متعمد ومقصود مما أدى لخروجه عن الخدمة سهدفه بصواريخ نوع ارتجاجي أدت لدمار كبير في أجزاء المشفى تحاول فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ إخلاء الجرحى والمرضى الذين كانوا في داخل هذا المشفى يذكر أن المشفى الوطني في مدينة معارة النعمان يعتبر المشفى الأكبر والأضخم في المنطقة والذي يخدم معظم سكان ريف إدلب وريف حما ومعظم سكان المنطقة للأسف المشفى خرج عن الخدمة بشكل كامل لأسف نحنا شايفين المشفى شو اللي صار فيه حكينا شو اللي صار بالضبط والله يا أخي مرضى مش شطحين بتخوتهم ومرافقين معهم ولحنا قاعدين اللي ما عنده شغلة قاعد واللي عم يشتغل عم يشتغل ما حسينة إلا انفجار خوف الرعب المرضى أشو بدك تعمل يعني بهالحالي والله ما بتعلمش تعمل بدك المريض ولا بدك حالك ولا بدك المرافق ولا بدك الطفل لحد الآن في أطفال بالحاضنات والله هذا الشيء السيء أطفال بالحاضنات الغارات دكتور نت الانفجار ناجم عن الغارات جوية الانفجار ناجم عن الغارات جوية ثلاثة غارات جوية ما في بين الوحدة والوحدة الآن عن الضاية نوجد طيارة ضربت مشفى أول ضربي ورجعت طيارة كمان ضربت تاني ضربي ورجعت تالت ضربي طبعا بالمشفى ولكن بأماكن مختلفين مشفى طبعا مشفى كان مليان طبعا المشفى هذا بيخدم كل شيء يعني يتصور في عنا أطفال عن منافس أطفال بالحواضن الله تكير عافية شكرا كثير لك شكرا اشتركوا في القناة